نادين الدولة لقائدة صنعت المجد في لعبة تنس الطاولة مع النادي الأهلي ومنتخبنا الوطني حفرت اسمها بحروف من دهب بعد مشاركتها في دورتين الألعاب الأولمبية في لندن 2012 ريو دي جينايرو 2016 قدرت أنها تقود النادي الأهلي للفوز بكل الألقاب والبطولات طول الفترة اللي فاتت بداية من البطولة العربية مرونا ببطولتين الدوري والكاس أهلا بك يا نادين ومنورانا ومشرفانا ومفسطين أنت موجودة معنا النهار مرسي لك وشرف ليا والله مرسي جدا مرسي جدا نورتين جدا يا نادين نورك مرسي بصي أنا عارفة يعني مش عايزة يعني عايزة عارف ايه سبب اختيارك للعبة تنس طولة ده بيرجع لحبك للعبة ولا بيرجع للأب والأم اللي هم أصلا هم العيلة كلها بالضبط كده هو يعني ماما وبابا طبعا أبطال أفريقيا وكبار وإخواتي برضو منتخب مصر فكانوا دايما رايحة معهم التامرين راجع معهم التامرين رايحين البطولة أنا بلعب بره راجعين البطولة فطبعا هم حاولوا يلعبوا معي رياضات تانية عشان ما يزدمونيش يعني بس طبعا أنا هلعب دايهم أنا زي أفت كبيرة هلعب زي دينا ومحمد هلعب زي ماما وبابا طبعا صحيح فحاول ماما حابلت معي سباحة كرة ما فيش ما فيش خلاص انت طلع فعلا شايفة كل اللي حوالي بالزبط لازم بزي إنتي أم ورياضي ومهندسة مهندسة زي الحوط تحتها يعني ستين ألف خط أنا عايزة أعرف الميكس ده بتماني جيز داي بتديري الحياة اللي فيها ستين ألف وظيفة دي بسي هوا أولا يعني مامتي وبوايا من زمان هما دايما سبورتنج أوي ان يعني الـ time management انت اختياراتك انت تركيزي دلوقتي عند البطولة هنركز شوية في البطولة عند لها متحين هنركز شوية في متحين هو ده كله time management بلس ان حاجة الواحد عايزها فانت هتشتغلي عشان توصل لها محدش كان بيضغط علي خالص ان انا أبقى أحسن من محمد أو دينا أو كده بس انت اختياراتك شو في انت عايزة تعمل ايه دينا أختي أختي كبيرة ومحمد أخيها كبير الفكرة بقى لما دخلنا في فقرة هندسة دي هي صعبة أو هقولك انا اصلا معرفتش اذاكر حاجة تانية يعني انا بالنسبالي الهندسة كانت انا حسن لو كنت دخلت يعني جامعة تانية مكتش هعرف اصلا فهي يعني كانت بالنسبالي حاجة انا بيعرف عملها وبستمتع بيها وبحبها فعشان كده الشغل ما كانش بحسه تقيل على قلبي قوي بس طبعا كان في شوية تضحيات بقى خروجات مع صحابي عزومات عند اهلي سفريات ساحل مثلا ساحل ده انا عرفت على كبر بس كله أنني قامت بسفر السحل لكن بسفر طلت العالم في الصين، في اليابان، في هولندا لأنهم بسفر السحل عملوا لأنني شفيتك كثير